موسيقى بعد 16 عاماً أيقونة السيدة العدراء ترشح زيتاً إشارة وحدث شهده مزار السيدة الصفانية في بابتوما بدمشق في منطقة الصفانية في منزل ميرنة التي ظهر زيت في يديها وهي تصلي عام 1982 وندر منزلها ليصبح مزاراً يتوافد عليه المؤمنون من كل المناطق هيدا مزار العدراء وميرنا خادمة فيه كان بيت بيت مثل كل البيوت بسنة 1982 وشاء الرب وأنا بقول دايماً اقتحم حياتي كان عملي 18 سنة وبالوقت يلي ربنا أراد أنه يكون له حضور بهالبيت ما كنت مستنظرة أبداً أنه يصير هذا الحدث بحياتي ولكن دايماً عندي كلمة يا رب خود إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي النقطة الزيت أول ما شفتها من الأيقوني صدقيني قلت هاي نامي وتعزي كبيري لأنه فعلاً نحن هلأ عم نعيش مضطربين فيه إحباط فيه اتراب فيه خوف مع الخوف فيه عتب أنا كتير عم بعتب على الشباب اللي عم تطلع من هالبلد كتير عم بعتب إنه إذا أنتوا عم تطلعوا من هالبلد لمين خليتوا البلد في هذه الأيام المباركة وتحديداً في يوم السبت المعروف بسبت النور أيقولة السيدة العذراء رشحت زيتان كاميرا الأخبارية السورية تواشدت في المزار ووثقت رشح الزيت آخر مرة آخر مرة يوم السبت النور سعيد عشر ونصف بيجي خوري من فرنسيس كاني معه ست أفريقية كان في عنا بنفس الوقت في عمادة هون أجي أبونا الزحلاوي ليعاد يصلي قبل العمادة قبل ما يجي أبونا الزحلاوي قاعد عم بشرح له أنا على الجرن المعمودية للخوري لأنه كان منظره بطير حلو الجرن وهذا قدمه واحد أرمني شغل إيده خل بياخد لقطة هلا عليه بيشوفه عم بشرح له عليه وعم بشرح له على الباب باب العيقوني لما سكرت له يا هيك قال لي أوه هذا عيد البشارة مرسومة على الباب على المزار أنا فتحته أم قال لي ليك في زيت عم ينزل ما كنا منتبهين أنا وميرنا ما كانت كانت عم تنطف الجرن وراحت على المطبخ وإزل الجرن نصه زيت والزيت عم يكبت بعده أنا ما تحملت نفسي حالة من الروحانية والسكون تعم المزار وتبعث الطمأنين لكل من دخله والرشوح الزيت في هذا التوقيت هو علامة وإشارة اعتبرها أهل المزار مرتبطة بخلاص سوريا من آلامها كل عام أنتوا بخير المسيح قام حقا قام ونحن شهودا على ذلك وهو أعطانا نعمة كمان أن نكون شهودا على عملية الخلق اللي عم بيعملها من 34 سنة بلشت الأيكونة تعطي زيت ووقفت بالألفين وواحد وربنا حب بعد 16 سنة أنه يتكرم علينا بهالنعمة لحتى يعطينا علامة تعزية وعلامة بشرة خلاص إذا الله راد أنه سوريا قائمة وسوريا مهما كان الوجع كبير والألم كبير بس رح تقوم مثل ما قام سم سيدنا يسوع المسيح عطتنا العذرة علامة يمكن مستاهلة أو ما منستاهلة بهالوقت هذا اللي نحن عم نتألم فيه يمكن حبوا أنه بهالعلامة هاي عطتنا أنه نتأمل أنه بدأت تنتهي آلامنا إن شاء الله يعني بهذا الشي هدي عطتنا يا أملنا كبير أنه الآلام بدأت تنتهي لأنه منستحق منستحق أنه حاجتنا حاجة عذاب يعني تعزبنا كفاية ويحاس فينا إن شاء الله هيك تكمل معروفة معنا وتنهي عذابنا يا رب في مزار السيدة الصفانية يتم التعميد وتقام القدديس ويتوافد الزوار لأخذ البركة والدعاء لسوريا الحبيبة بالخلاصية والنصر ترجمة نانسي قنقر